بسم الله الرحمن الرحيم حل المعادلات المتعدد الخطوات طبعا صفحة 27 متعدد الخطوات يمكن يكون فيها خطواتين خطوة جمع ومعها قسمة أو طرح ومعها أي قسم من عميتي يجمع وطرح معهم ضرب أو قسمة مثال الأول 11 سين ناقص 4 يساوي 29 11 طبعا ضرب سين يعني 11 ضرب عدد ناقص منه 4 يطلع النادي 29 هنا بنتخلص أول شيء طبعا هذا علامة تساوي عندنا طرف أيمن وطرف أيسر بناخد الأربعة والشين نتخلص منها اللي هو نايم نتخلص من الطرح والجمع أولا فبنقول هنا زائدا على حسب العملية الطرح نعكسها تصير جمع جمع أربعة جمع أربعة باليمين وباليسار دي الخطوة الأولى طيب موجب أربعة وسائل بأربعة يطلع الناديك صفر تنزل 11 سين 12 سين يساوي 29 زائد أربعة وهي 33 طيب عايزين نتخلص من العدد 11 11 بما أنه هو هنا العملية الضرب إذن نتخلص منها بالقسمة قسمة 11 قسمة 11 هذه القسمة طيب 11 قسمة 11 يطلع الناديكم واحد تنزل عندنا السين سين يساوي 33 قسمة 11 اللي هو ثلاثة يعني ثلاثة في 11 تطلع اللي هي 33 30 إذن هذه قيمة السين طيب نشوف المثال الآخر يقول ألف زائد ألف زائد سبعة مكسومة على ثمانية سابة خمسة طبعا القسمة الثمانية دي مقسومة على الألف والسبعة وليست على الألف فقط فإذن لكي نتخلص دي مقبيع أن الートorem نضرب الطرف في العدلاز الموجود في المقام السلاغ ونضرب هنا في ثمانية الظرب ثمانية طيب الثمانية رسمية الثمانية اطلع الناتج واحد تنزل عندك الف آ زائد سبعة يساوي خمسة ضرب الثمانية اللي هي اربعين ساوي اربعين طيب نتخلص الان من السبعة نتخلص من السبعة طبعا هنا قلنا بالضرب اللي كانت هنا ضرب طيب السبعة نتخلص منها بالطرح طرح سبعة لانه كانت جمع هي طرح سبعة باليمين طرح باليسار وزين هنا نقول الطرح طيب السبعة تحزف مع السبعة مع الناتج صفر طبعا ينزل الالف يساوي اربعين عقل السبعة اللي هي كم ثلاثة وثلاثين هذه قيمة الالف طبعا اذا عايزين نتحقق ممكن نضيف هنا بدل من الف ثلاثة وثلاثين زي السبعة اللي هي كم اربعين اربعين على ثمانية اطلع الناتج خمسة طيب نشوف السؤال اخر اللي هو الاعداد الصحيحة المتتالية الاعداد الصحيحة المتتالية ما هي الاعداد الصحيحة المتتالية؟ طبعا الاعداد الاعداد عموما الاعداد صحيحة المتتالية طبعا صفحة ثمانية وعشرين متتالية يعني مثلا زي اربع خمسة ستة دي اعداد متتالية او واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة دي كل اعداد متتالية ممكن تكون بالسالب لان اعداد الصحيحة هي كلها الاعداد الصحيحة تعمل بصفر واحد اثنين ثلاثة سالب واحد سالب اثنين وهكذا فايزا ممكن يكون الاعداد صحيحة سالبة واعداد صحيحة مونية متتالية طيب نشوف الان كيف نحل هذا السؤال او جد ثلاثة اعداد صحيحة متتالية من الموعى اللي هو كم؟ واحد وعشرين الاعداد الصحيحة المتتالية دائما هي الحد الاول اذا كان هو نكتب المعادلة طبعا المعادلة الاول اول عدد سيكون نون الثاني الثاني سيكون اللي هو بما انها متتالية هيكون نون زايد واحد زين ما قلنا اربعة خمس ستة اذا اربعة زايد واحد تطلع خمسة خمس زايد واحد ستة فايزا سيكون نون زايدا نون زايد واحد زايدا نون زايد مين يساوي يساوي واحد وعشرين الملموع واحد وعشرين ساوي واحد وعشرين طيب نجمع النون مع النون لدينا كم النون هنا اللي هي ثلاثة نون اللي هي ثلاثة نون نحسب واحد وعشرين ثلاثة نون نقول ثلاثة نون زايدا واحد زايد اثنين اللي هي ثلاثة ساوي واحد وعشرين نحن لدينا المعدلة كيف نحل هذه المعدلة حل المعدلة طريقة تحل المعدلة اللي هي زي ما قلنا نتخلص أول شيء من العدد ثلاثة اللي هو بطرح ثلاثة يمين طرح ثلاثة يسار ثلاثة مع ثلاثة تحزف ثلاثة نون يساوي 21 ناقص ثلاثة اللي هي 18 طيب عازلنا نتخلص الآن طبعا نتخلصنا منا قلنا هنا بالطرح نتخلص من الثلاثة الثلاثة بما انها ضرر نتخلص منها بالقسمة قسمة طيب ثلاثة مع ثلاثة تحزف اللي هي ناتجها ثلاثة قسمة ثلاثة ناتج واحد واحد اختصارا ما يكتب اذا النون تساوي 18 تقسيم ثلاثة اللي هي ستة اذا العدد الاول الاعداد هتكون هي الاعداد اول عدد اللي هو ستة اللي بعده اضيف عليه واحد سبعة سبعة زايد واحد ثمانية اذا ستة سبعة ثمانية عاست اكد اجمع ستة زايد سبعة اللي هي تلتعاش تلتعاش زايد ثمانية اللي هي ناتج يساوي واحد وعشرين اسوال اخر يقول اوجد ثلاثة اعداد صحيحة فردية متتالية مجموعها ثلاثة اعداد صحيحة متتالية مجموعها اللي هو سالب واحد وخمسين مجموعها سالب واحد وخمسين كيف نوجدها بما انها صحيحة فردية متتالية او بثلاثة اعداد صحيحة متتالية فالاعداد الفردية طبعا فيها اعداد فردية وعداد فردية اعداد فردية وعداد زوجية الفردية هي واحد ثلاث خمسة سبعة تسعة هذه كلها نسميها اعداد فردية طيب والزوجية اللي هي اتنين اربعة ستة وهكذا فاذا الاعداد بما انها قال ثلاثة اعداد صحيحة فردية متتالية اذا اذا كان العدد الاول هو نون الثاني هيكون اللي هو نون زايدا اتنين يعني باضافة اتنين زايدا نون زايدا اربعة يساوي اللي هو سالب واحد وخمسين لانه قال المجموع يساوي كم سالب واحد وخمسين طيب نجمع الان نون واحد اتنين ثلاثة ازن ثلاثة المون زايدا اتنين زايدا اربعة اللي هي كم ستة نساوي سالب واحد وخمسين صارت عندنا المعادلة كيف نحل هذا المعادلة الان طريقة تحل المعادلة اللي هو لإيجاد قيمة النون بنتخلص من الستة اول شيء بالطرح طرح ستة يمين طرح ستة يسار هذه ما تحزف ثلاثة نون ثلاثة نون يساوي اذا كانت طبعا سالب سالب نجمع نضع سالب هنا ونجمع واحد وخمسين زايد ستة اللي هي سبعة وخمسين طيب الثلاثة نتخلص منها بالقسمة قسمة ثلاثة قسمة ثلاثة ثلاثة قسمة ثلاثة الناتج واحد ما يكتب قسمة هنا قسمة اما هذه فهنا طرح طرح ستة طيب نون بما ان القسمة عدد سالب على موجب يطلع الناتج سالب طيب سبعة وخمسين تقسيم ثلاثة نعمل قسمة مطولة هنا الجنب سبعة وخمسين تقسيم ثلاثة نقسم خمسة تقسيم ثلاثة خمسة فيها كم ثلاثة فيها واحدة واحد في ثلاثة الناتج ثلاثة نطرح خمسة نقس تلاتة اللي هي كم؟ 2 نزل السبعة 27 تقسيم 3 نقول فيها 9 9 في 3 اللي هي كم؟ 27 أطرح إذن الناتج اللي هو 13 إذن هنا نقول 9 سالب 19 ما هي العداد؟ العداد هي العدد الأول سالب 19 طيب سالب 19 زال 2 سالب 19 زال 2 طبعا الإشارات مختلفة مع أنها نطرح نطرح وصير 17 ونضع إشارة الكبيرة اللي هي سالب سالب 17 وسالب 17 زال 2 أيضا مختلف نطرح وصير 15 وإشارة الكبيرة سالب سالب 17 الحمد لله رب العالم